منذ العصور القديمة نسجت القصص والأساطير حول أشياء غريبة تسقط من السماء وفي الوقت الذي حاول فيه العلماء تقديم بعض التفسيرات لهذه الظاهرة فإنها قد تكررت أكثر من مرة إما نتيجة لأسباب طبيعية أو أخرى غريبة يرصد لكم فريق قناة المجلة قائمة بأغرب عشرة أشياء أم ترد بها السماء العناكب في سماء الأرجنتين والبرازيل في السادس من أبريل عام 2007 أمطرت سماء مقاطعة سالتا الأرجنتينية عناكب مختلفة الأحجام يصل طول الواحد منهم إلى أربعة بوصات وقد نجح شاب في تصوير تلك الحادثة أثناء قضائه لعطلته بالمقاطعة وقد تكرر نفس الأمر أيضا في سماء البرازيل النقود في عام 2007 رأى سائق سيارة ألماني أموالا تتطير في الهواء وعندما وصلت الشرطة للمكان لم تعثر على أي أموال ولم تتعرف على مصدرها وفي عام 2010 وفي مدينة مايام الأمريكية انقلبت شاحنة مدرعة تحمل مبلغا كبيرا من المال فتحطمت وتطيرت محتوياتها في الهواء لتهبط كالمطر فوق الشوارع والبيوت وفي الكويت عام 2015 نشرت صحيفة السياسة الكويتية أنه وفي مشهد هوليودي مثير تدافع عشرات المارة وقائد المركبات لالتقاط أوراق نقدية من فئة العشرين دينارا كانت تتطير بالقرب من مجمع الوزارات في أحد الشوارع الرئيسية بحسب الصور التي تظهر في التسجيل وأظهر المقطع المارة وقائد المركبات وهم يتدافعون لالتقاط أكبر قدر ممكن من الأموال التي كانت تعبث بها الرياح مما أدى لتعطيل حركة المرور ولم يعرف كذلك مصدر هذه الأموال التي بدت وكأنها تسقط من السماء الدم هناك قصص قديمة تحكي أن السماء أمطرت دماً في عدة مناسبات واعتبرها الناس غضباً من الله أو علامة من علامات الساعة وكان أشهرها عام 2001 عندما هطلت الأمطار الدموية على مدينة كيرلا بالهند وكذلك عام 2008 على ناسييرا بكولومبيا وقد أظهرت العينات التي تم جمعها وتحليلها وجود جزيئات حمراء غامضة أعطت الأمطار هذا اللون الأحمر المعادن في فيتنام سقطت معادن غامضة من السماء تم العثور عليها في مناطق مختلفة حيث عثرة على قطعة بحجم 45 كيلو جراماً وجدت في مقاطعة توينجوانج وأخرى عثرة عليها في يينباي بلغ وزنها 250 جراماً أجساد بشرية في عام 1978 وبالتحديد في مدينة سانديجو بكاليفورنيا سقط جسم بشري على زجاج الأمامي لسيارة أحد الأشخاص ويعود السبب في ذلك إلى استضام طائرتين غرب المحيط الهادئ مما أصفر عن مقتل 144 شخصاً وقد كانت تلك الجثة لأحد الضحايا وفي عام 2014 فجأ الناس بسقوط أشلاء جثة بشرية في أحد شوارع مدينة جدة السعودية تعود لرجل أسمر البشرة وبها إصابة بالغة بالرأس وقد تبين أنه قد سقط أيضاً من طائرة السعودية والحصان الطائر وفي جدة مرة أخرى توقف المارة أمام مشهد لحصان يطير في السماء مما أثار دهشة الكثيرين منهم إلا أنه تبين بعد ذلك أنه ما هو إلا بالون ضخماً على هيئة حصان سماء اليابان بين البقر والدم عام 1977 تم إنقاذ سفينة صيد يابانية في بحر اليابان زعم طاقمها أن بقرة سقطت من السماء وتسببت في غرق القارب وقد تم إداع جميع أفراد الطاقم على الفور في السجن حيث اعتبروا كلامهم غير قابل للتصديق إلا أنه بعد نحو إسبوعين ظهرت الحقيقة حيث تبين أن البقرة قد سقطت بالفعل من طائرة كانت تحلق فوق الأراضي اليابانية مما دفع الطاقم إلى الإلقاء بها من ارتفاع ثلاثين ألف قدم السماء تمطر خفافيش في عام 2014 فوجئ سكان العديد من المدين الأسترالية بعشرات الآلاف من الخفافيش الميتة تتساقط عليهم كالمطر المنهمر وذلك نتيجة موجة الحر التي اجتاحت البلاد بحزب ما أوردته صحيفة داري ميلور البريطانية وقتها وقد ذكرت الجمعية الملكية لحماية الحيوان أن الدرجات الحرارة التي تجاوزت ثلاثة وأربعين درجة هي المسؤولة عن نفوق ما يقرب من مائة ألف خفاش في حوالي خمسة وعشرين مستعمرة في جنوب ولايات كوينزلاند الأسترالية وقد تسببت جثث الخفافيش المتساقطة في فوضى كبيرة في العديد من المدن والبلدات خاصة بعد أن بدأت تتحلل وتنبعث منها روائح التعفن وتنشر التلوث في كل مكان مما اضطر الحكومة إلى تنظيم حملات نظافة كبيرة للتخلص منها ولم يقتصر الضرر على الروائح الكريهة التي انتشرت بل تعداه إلى انتشار عدوى فيروسية بين السكان الذين تعرضوا لجروح بعد لمسها بالإضافة إلى إطلاف الكثير من المزرعات والأشجار والمياه الصالحة للشرب الضفادع في بيونيا ودروانيا أمطرت السماء ضفادع ملأت جميع الشوارع كما أفسدت المياه والطعام والمحاصيل وقد حاول السكان قتلها دون جدوى لكثرة أعدادها فلم يجدوا حلا سوى أن يهجروا مدنهم وفي حوادث متشابهة حطلت الضفادع على الاتحاد السوفيتي والهند وأستراليا بيونيا عام 1944 كما سقطت على إنجلترا عام 1945 حيث هبت في البداية أمطار شديدة أعقبها خلال لحظات مئات الضفادع صغيرة الحجم والتي بدت وكأنها أجنة حديثة الولادة واستمر سقوطها لنصف ساعة كاملة ثم توقف البطر ومعه توقف سقوط الضفادع كما أمطرت سماء بلغاريا في عام 2005 ضفادع صغيرة وصفها أحد الشهود قائلا رأيت ما لا يحصى من الضفادع الصغيرة تحطل من السماء الأسماك يسقط مطر الأسماك عادة في دولة الهندوراس بأمريكا الوسطى في شهري مايو ويوليو من كل عام وتحديدا في مدينة يورو هذه الأسماك صالحة للأكل وقد وجد العلماء أنها ليست لها أعين وقد فسروا ظاهرة سقوطها بأنها تأتي من الأنهار القريبة من المدينة حيث تحملها الأعاصير والرياح الشديدة وتلقي بها من فوق سماء المدينة اللحوم في عام 1876 أمطرت السماء شرائح من اللحم في ولاية كنتاكي بأمريكا وتبين لاحقا بعد فحصها أنها من لحم الخيول وظل سقوطها لغزا محيرا حتى يومنا هذا خاصة أنه لم يكن هناك وجود للطائرات في ذلك الوقت وختاما نشكركم لطيب المتابعة ونتمنى لكم وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة ولمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك جديد الفيديوهات ولا تنسى مشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين لماذا الاشتراك بقناة المجلة المجلة منصة أعلامية تثقيفية رقمية شاملة أسرار وملفات غامضة تفتح لك لأول مرة عبر هذه المنصة اشترك الآن ليصلك إسبوعي أجمل الفيديوهات الثقافية والترفيهية والجديد الأفلام الوثائقية المدبلجة اشترك الآن وانضم إلى آلاف المشاهدين شهريا